أظهرت الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 في دولة قطر اهتماماً كبيراً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أولوية صحة معززة ورفاه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات أهمها تطوير وتنفيذ مجموعة البيانات الوطنية لذوي الإعاقة تزامناً مع وضع أداة جمع البيانات الإحصائية الخاصة بذلك وبناء عليه تم إنشاء سياسات جديدة للتغلب على العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النظام الصحي وضع البرامج التدريبية لتزويد العاملين في المجال الصحي بالمهارات التي يحتاجون إليها لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتم التركيز بشكل خاص على اضطراب طيف التوحد تطوير المبادئ التوجيهية الأساسية الوطنية والتي تم وضعها للكشف والتشخيص المبكر عن الإعاقة والتدخل العلاجي المبكر وانطلاقاً من رؤية الاستراتيجية صحتنا مستقبلنا نواصل العمل الجاد من أجل تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر